لا يفوتون فرصة لتباهي بنفوذهم المتمدد في المنطقة وتأكيد سعيهم نحو مزيد من التوسع وبسط السيطرة على الأرض العربية فلم تكت تنتهي زيارة رئيس الإيراني حسن روحان إلى العراق حتى بدأت ثمار ما أنجز فيها تلوح في الأفق فهذا اجتماع عسكري رفيع المستوى في دمشق يضم إلى جانب رئيس الأركان في جيش النظام السوري نظيريه في جيشين الإيراني والعراقي اجتماع قال الطهران إنه يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدان الثلاثة وتنسيق فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب غير أن ثمت من يرى أن الاجتماع يأتي تأكيدا لنفوذ الإيراني في المنطقة لا سيما بعد تأكيد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن بلاده جندت مائة ألف عنصر في العراق ومثلهم في سوريا جعفري في تصريحاته التي نقلتها وكالات الأنباء الإيرانية تفخر بقوة الميليشيات الموالية لبلاده في العراق وسوريا عدا إياها من نجاحات النظام الإيراني ولم ينفي جعفري وجود قوات إيرانية في كل من العراق وسوريا بل أكد ذلك الوجود زاعما أنه يهدف لنقل الخبرات العسكرية إلى المقاتلين في البلدين وتدريبهم من أجل محاربة تنظيم الدولة وجبهة النصر والمعارضة السورية في المقابل فأن كثيرين في المنطقة يرون في محور طهران بغداد دمشق تنفيذا عمليا لمشروع الممر الاستراتيجي الإيراني نحو البحر المتوسط مرورا ببيروت التي يؤمن حزب الله المصالح الإيرانية فيها في المحصلة فإن الأمر لا يعد عن كونه مخططا توسعيا إيرانيا تحاول طهران من خلاله مد نفوذها عسكريا ومذهبيا بل وقوميا كذلك مستثمرة حالة الانقسام والتشرذم واشتعال الصراعات الداخلية وارتفاع صوت الخلافات العربية العربية